إنّ تقولتلي أنّو حمدي .. أو مش تقولتلي.. معلومة إنّو خاس حمدي ماشي.. حمدي في قطر .. بلوء .. حمدي من الليعابين الأوليين اللي في مصري في لعبة الوسط إنّه عنده أدوار معقدة في وسط المالة بيعملها بزكاء كبير جنسي.. ألني بش معقدة .. يعني أصد متعددة مثلا .. بلاش معقدة.. إنّه بيعمل أدوار هجومية ودفاعية و بيعرف يشتغل ورا الباك .. حاجات كتيرة بيعرف يعملها حمد فتح النوعية اللي زي حمد فتحي موجودة في مين في العابين المصريين ممكن الأهل يعوض بيهم بص أنا مش هقول على حد إننا للأهل أكيد حاطت عينه كلام كان على محمد رضا بوبو أنا بشوف كريم ندفد أعمل موسم هايل جدا جدا كلام برضو على أمام عشور وده إمام إمام موقفه صعب بالنسبة لنا للأهل جدا ليه هقولك ليه إمام عنده 3 مليون دولار ده لو قلنا إن ميتلاند هيسيبه بنفس الرقم ده و هيبيعه طيب أنا هجيب فروت المفروض هيبقى في الحدود دي 3 مليون دولار وهجيب لعيد مصري ممكن حد يقدي مش شرط إنه وصل لمستوى لكن هيبقى كويس جدا في الناج الأهلي وهيقدي أدوار هايلة أنت أخي بالك بتلاتة كمان مليون دولار كل الفلوس اللي أكسبها من البطولات هحطها في هحطها ليه في لعيب مصري قبل واش تعارته نفس القصة هتنزل بفلوس هتبقى فلوس غالية أنا بأعتقد إحنا في النادي بيفضلوا يعني القهارة دي بتبقى في يناير ما تبقاش من أول الموسم أنت أخي بالك واللعيب المعارض بس عمالة قبل كده الأهلي مع رمضان صبحي مرتين آآ بس يعني رمضان ابنك وكان عندك وانت مشيته وبعدين جيبته عشان يقف على رجليه تانية والقصة والحكاية أنت واحد بالك أنا بشوفها صعبة يعني صعبة مش عشان إمام لعيب هايل إمام لعيب هايل ومش عشان حاجة جامهرية تبتكلم على الحاجة ليه علاقة بالفلوس لا لا حاجة علاقة ما هو الناس فهم أنها روح حد كريم هنجيب كريم حانت نروح نجيب لا فيه اقتصاديات وفيه دائرة فلوس شغالة وفيه قصادها فنيات الراجل عايزها ففيه عندك خمس أجانب لسه أنت بتخلص من برونو سافيو هيبقى عندك أربعة كريستو هيطلع من تحت السن اللي فوقه ده لعيب هايل وهيبقى له مستقبل كبير جدا مستقبل كبير جدا عشان لسه ما شوفناهوش لا 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 هتشوف حاجة إن شاء الله حاجة رائعة يعني كريستو أه طبعا ديانج يمشي ولا يقعد مين ديانج لو لأهلي جاله عرض في ديانج يسيبه ولا ديانج مهم يكمل الحزبة عند كل أرك بعد ما حمدي مشي مفيش خيء بص مينفعش أمشي اتنين في موسم واحد مينفعش تمشي حمدي ودي يعني لا موقعش خط كامل في موسم واحد صعب جدا صعب موسيقى